خلت أن مباراة فيتا كلوب تكون أهم مباراة للنادي الأهلي هذا الموسم على أقل تقدير بخصوص هذه المرحلة بسبب التعادل اللي كان مع فيتا هنا في القاهرة وكانت نتيجة غير متوقعة ومفاجأة كبيرة تحديدا بعد ما شفنا مجردات المباراة والفرص الهائلة اللي ضعت من النادي الأهلي لكن أنت تحطت في ظرف لازم تبع على قد الظرف ده ولازم أن أنت تثبت بشخصيتك شخصية النادي الأهلي أنك تقدر تتخطى أي عقبة أو أي ظروف ممكن تكون قدامك المباراة هي الأصعب بالنسبة لنادي الأهلي خلال هذه المرحلة ده أمر مؤكد المنتظر من هذه المباراة نتيجة إيجابية ويريد تكون الفوز عشان تبقى يعني فيه شكل أو بآخر أريحية مناسبة لنادي الأهلي في إطار المنافسة على التأهل للأدوار المجبلة وبطول الدوري أبطال الأفريقية المنافسة صعبة طبعا صعبة في كل الأحوال وفي أي دور من أدوار هذه البطولة الهمة والأغلى لازم حتلاقي منافسة صعبة لكن أنت لازم تبقى قد المنافسة دي ولازم أنك تقدر أنك تثبت حقيقتك بأنك بطل لبطول الدوري أبطال الأفريقية الأهلي طبعا كان نستحق هذه البطولة لكن مهمة قوي أنك تستمر لأبعد مكان في بطول الدوري أبطال أفريقية وهي بطولة مهمة طبعا لكل جماهير النادي الأهلي فيه ظروف كتير بتتعلق سواء بغيابات ظروف كمان بتتعلق بملعب المباراة أرضية ترتان توقيت المباراة الساعة 3 العصر يوم الثلاث برضو توقيت صعب شوية حاجات كتير جدا جدا ممكن تكون هي ظروف بتؤثر بشكل أو بآخر على فريق النادي الأهلي الرطوبة كمان العالية جدا جدا هناك في الكنو لكن إزاي هتقدر تتعامل مع الأمور دي؟ إزاي هتقدر تتخطها؟ احنا عندنا سوكة كبيرة جدا في جازل فاني واللعبين ده أمر مفروغ منه حتى لو الأهلي في الفترة الحالية مش بيمر بأفضل مستوياته وده أمر بيبقى طبيعي لأن انت مش دايما هتفضل في الطب خصوصا بعد منافسات الكبيرة اللي انت شاركت فيها على مدار الفترة اللي فاتت والمجهود البدني الكبير اللي بازلوا اللاعبين والمجهود الزهني الكبير اللي بازلوا الجازل الفني فكلها أمور طبيعي جدا تؤدي إلى انخفاض في مستوى أداء النادي الأهلي والمستوى البدني بالنسبة لنادي الأهلي لكن الأهلي بإذن الله يكون في الموعد بإذن الله يقدر يتخطى هذه العقبة الهمة من خلال انتصار يقدر النادي الأهلي ينتصر هناك على فيتا كلوب إن شاء الله الأهلي يكون موفق كلام كتير بيتعلق سواء بحكم المباراة جوشوا بوندو الحكم البدسواني شهير أو اللي بقى شهير بالنسبة لنا بعد مباراة النجم السحلي السنة اللي فاتت وطار دايما أشرف في أول 12 دقيقة هناك في ملعب رادس بتونس وكان حكم في الحقيقة سيء قوي قوي وكمان أمور أخرى ممكن تكون مدايقة جماهير النادي الأهلي أنا بحب دايما أتكلم بوضوح يعني سواء فيما أتعلق بمعلق هذه المباراة على القنوات اللي هتنقل المباراة بشكل حصري وعارفين مواقفه وقرهه لنادي الأهلي كلها أمور عارفنا لكن مش عايزين نقف عند الحاجات دي النادي الأهلي أكبر من كده وجماهيره أكبر من كده بكتير أو معلق مدايقنا ممكن نجيب مثلا إيه معلق الإنجليزي أو ممكن نروح إيه عاملين ميوت كده نقفل الصوت ونتفرج على الأهلي في كل الأحوال يعني لكن بخصوص كمان حكم المباراة مش هنتكلم على حكم المباراة ومش النادي الأهلي هو اللي حاول يعلق على التحكيم قبل مباراة تتلعب التحكيم ده آخر بانده ممكن نتكلم فيه ليه بقى ليه لأن احنا عندنا ثقة كبيرة جدا في اللعيبة لو جينا تركزنا على التحكيم وأن الحكم سيء هو سيء إحنا عارفين أنه سيء عارفين أنه سيء الاتحاد الأفريكي اختاره خلاص اختاره هنقدر نغير حاجة مش هيتغير صعب صعب جدا يعني لكن في كل الأحوال في كل الأحوال حتى لو كان فيه أخطاء كمان من حكام آخرين زي ما شفنا في المطش الأخير ضربة الجزائي لتحكسها بيت على النادي الأهلي غير حقيقية بالمرة أنت بطر وانت هتقدر تتخطى كل هذه الأمور وتقدر تحقق هدفك بالتأهل من دور المجموعات رغم صعوبة المنافسة هتقولي الأندية الموجودة مش قد كالا فرق كبيرة مفيش فريق دلوقتي في أفريقيا بقى ضعيف ودينا منشوف المنافسات في مختلف المجموعات الدنيا ماشي إزاي فإن شاء الله الأهلي يقدر يفوز وإن شاء الله بإذن الله حتى لو فيه غيابات كتير تتمثل في عناصر مهمة جدا سواء علي معلول سواء وليد سليمان نحمود وحيد كهراء عدد من الغيبين عن هذه المباراة لكن إن شاء الله الأهلي يقدر يتخطى هذه العقبة ويقدر بإذن الله يحقق أمال وطموحات جماهير النادي الأهلي أنا عايز أتكلم مع حضراتكم في أخبار بتتعلق بالفريق وقبل الصفر تحديدا النهاردة والفريق خلاص تتحرك الساعة ثلاثة العصر تحديدا على متن طائرة خاصة في التجاه للكونهو في رحلة هتستغرق حوالي خمس ساعة